مقيم في فرنسا موجود في تركيا صدفة مرور أنا لست مقيم في تركيا أنا مقيم في باريس وأنا مهجر من بلدي لم أترك بلدي حبا بالهجرة أنا مستميت لكي أعود إلى بلدي ولكن هذا النظام المتوحش الذي قتل مليون مدني مليون إنسان بريء هذا النظام المتوحش يمنعني من العودة إلى بلدي فلا تلومني لأنني لست في بلدي أنا مهجر أنا مهجر قسريا وبشار الأسد موجود في نصف سوريا هو الذي جاء بكل تلك الجيوش هو الذي استدعى الروس هو الذي استدعى الجيش الإيراني هو الذي استدعى تلك القوات أو تسبب بوجودها الجيش الفرنسي الذي طردناه نحن عاد إلى سوريا بسبب هذا النظام والجيش الإنجليزي عاد والجيش الأمريكي موجود والجيش التركي حتى موجود في سوريا بسبب هذا النظام هذا نظام قمة في الفشل أي رئيس ينجح إذا في دولته عشر جيوش أجنبية خليني أكرر عدد الجيوش الأجنبية واحد الجيش العدو الإسرائيلي اثنين الجيش الروسي ثلاث الجيش الإيراني أربعة جيش حزب الله اللبناني خمسة فصائل عراقية ستة الجيش الفرنسي سبعة الجيش البريطاني تمانية الجيش الأمريكي تسعة البيكي كي وهو تنظيم إرهابي أجنبي يحتل ربع سوية وينهى بسلسي سرواتها زائد الجيش التركي كيف يمكن أن يكون رئيسا ناجحا ويضمن وحدة البلاد إذا البلاد مفتتة إلى أربع أجزاء وفيها عشر جيوش أجنبية قل لي كيف